يا با يا عليك وعلى رخمتك وعلى اليوم الهيسود اللي شفتك فيه اللي هي بعيدة بتلحكي ترجعي هنا تاني كانت ليلة بتتمتم بالكلمات دي وهي بتعمل القهوة فراح اتقربت منها ناجية وقيت لها بلأ بتقولي حاجة يا ست ليلة تحب اعملها للجهوة بذلك لا ما ينفعش اصل الجهوة من ايد ليلة عليها سكر وعسل وحد غيرها لا اه يا ناري رحت ضحكت ناجية فراح اتقايت لها ليلة بتحذير ناجية بقولك اه مش نقصاكي عالصبح اجري روح شوف لو حد عاوزك ولا حدا واسبيني انا بحالي ابتسمت ناجية لما لقيت جلال واقفة على الباب وهو بيبص الليلة وكانت ليلة بتتمتم بغيز بيتي لاسكة فيه لاسكي ده انا اللي امراته مش بعمل كده ولا البيه بكل برودي يقول لي جوم اعمللي جهوة يا روح يا خي طلعت روحك وخلصتنا من رخميتها بيتي الايه دي لا لا طب ده ينفع مش جلنا نخلينا مؤدبين وبلاش غلط يا روح جلال ومن جلك باجا ان انا مؤدابة اللي جلك كده عني غلطات وبعدين اطلع عند عروستك الحلوة المؤدابة لحد ما خلص الجهوة طب زي ما تشوفي عموما انا حكون مستني مع اميرة في الصالون بس سوعي تتأخر علي مسكت ليلة في انجالي القهوة وكانت لسه حترميه على جلال راح مسك ايديها وكانت لسه حتجري من المبخ فرحت هي قالت بضعب اه انا اسفة يا جلال مش هعمل كده تاني بس عشان خطر سيبني ومن جلك باجا اني مش عاوزك تعملي كده تاني دي احلى حاجة عندي وانا بفكر في كل اللي بتعمليه دي عشان حعقبك ازاي بعديه بس مش وقته خالص لان العقاب اللي في دماغي ليكي ما ينفعش هنا خالص وبعدين انا عارف اللي فيه حتلاقي دي الوقت اللي بتكله افتكر المبه ووقفين على دماغني وبعدين كمان علشان ما تأخرش على اميري والناس اللي مستنييني يلا سلام عاوزك باجا تبكي عاجلة كده ومؤدبة لحد مرجع مش عاوز حد يشتكي منك ابدا الكلام هو بيلق لها كبلة في الهواء ورح خرك برا المطبة وهي بتدب الارض بغيز وليه لو هي مجهولة فعميه لأكل دخلت سلمة وقيت لها جوزك خارج مع واحدة غيرك عشان يطلبها من اهله وحضرتك واقفة هيني بتحضر الغادي ابعيدي عني الساعة ديه يا سلمة وديكي قلت بنفسك ده جوزي آني يبقى بقى تخليك في حالك ايه البرود اللي انت فيه ديه يا بنقاد ما انت ده انا لو كنت مكانك كنت عملت ايه يا سلمة كنت رماتيها هي كمان من فوق السلم زي ما عملت معاي ارتبكت سلمة وشها صفر رح تقربت منها ليلة وقيت لها ايه يا سلمة اني فاكرة كل حاجة طيب وما قلتش لي جلال ليه علشان انا دلوقتي نفس اعمل اللي انت عملته فيي وفيكي فبقولك تاني ابعدي عن وش الساعة ديه يا سلمة حسلك وعاوزك تفهمي اني جلال دي جوزي آني مش ليكي ولا لغيرك برضاكم او غصب عنكم فهمتي ولا تحب فهمك بطريقتي وبصت لها سلمة وهي مرعوبة وطلعت تجري برا المب ودخلت حبيبة وهي بتقولي ليه لو هي بتضحك انا كنت جاية انكزك منها لما نجيها جاريتلي انها عندك بص الظاهر خلاص انك ما بجاش يتخاف عليك هنا وعالطريق اميرة قعد جنب جلال في العربية واحد قالت له بتردد حنقول لهم كنا فين وحقول اهلي عمتي وهي حتكلم ابويا تفهمينه حتقول اللي حصل يا اميري خرجنا اشترينا الشابكة لما رحنا البيت عندكم ولاجينا خالي مش موجود ومسافر اسبوع وانا كلمت خالي وعرفت حيقول اهلي امي لو سألته لوت اميرة شفايفها بديق وقالت شابكة ايه دي حصرة اللي على الساكت حتضحك على مين بكلامك دي ما اتبرتمش بالكلام وبعدين واحدة زيك المفروض ما يهمهاش غردها بالشابكة وبس وله بجا كده يا جلال انت نسيت ان انا بنت خالك وبعدين يعني مش بهش الستة انت تخراسي خالص اسمها ما يجيش على لسانك وما تنسيش نفسك وان كان على موضوع بنت خالي دي فانا نسيته من وقت ما دخلت نفسك في لعبة وسخة علشان طماعة فبلاش النغمة دي معاي رسمت اميره جموع التمسيح في عينيها وجواها حقد وغلي من الليلة وسمع الجلال هو بيقول بغضب بيعمل ايه الغاب ديه هو مش عارف يسوق ولا ايه والرقب تملك من اميره لما لايت اتنين رجالة هوافوا قدام العربية هما بيقطعوا الطريق بعربتهم وموجهين سلاحهم ناحيتهم ورح قال واحد منهم بالراحة كده ومن غير حركة كتير العربية دي هتلزمني ابتسم جلال وقال بهدوه لا يا راجل حركته بتاع ايه العربية هي ما تغلاش عليكم بس سيبنا ننزل وهي حلال عليكم ابتسم الراجل ابتسام السقة هو بيبص الزميله وهناها جات الفرصة الجلال اللي طلع سلاحه ووجه سلاحه ناحيتهم وأميرة بتصرخ ومرعوبة لما سمعت صوت الرصاص وانتهى كل شيء في لمح البصر وفي الصالة كانت ليلا كانت رايحة جاية وعملت دب الأرض بغيظ ورح تقالت لها قدرية بحدة اجعودي يا بيت انت ما كانت مش نقصاك انت كمان جلجانة يا حجي جلجانة على جوزي ولا بلاش هجلج ورح تقالت قدرية بخبص والله لك حج تجلاجي جوزك برضو خايف عليه ورح تقالت حبيبة ما تجلاجيش يا ليلة ان شاء الله خير عم هو وفوز بيحاوله يوصلوا لحاجة رح توقفت قدرية وقالت بغيظ في ايه منك ليه هو جلال دي عيل صغير وعملين حيصة دي كلها لاي علشان اتأخر شويه ياما ما هو الوقت اتأخر فعلا وبعدين مش بيرد على حد فيني ايجا لنا حج نجلج ولا لا عادي تلاجيه مشغول هنا ولا هنا انتو ناسين انه عريس واكيد وراه مليون حاجة جاهزها مع عرصته وقطع كلام منصو الصبر وهو بيهتف بفرحة جلال وصل يامو جلال وبخير الحمد لله وراح تسألته ليلة بلهفة بخير يا عمي يعني هو بخير ايوة يا بنت بخير وموضوع كده حصل معاه وعطله والحمد لله عدت على خير وهو جاي ورايا هو دخل جلال وهو شايل اميرة وراح تقالت له قدرية وهي بتدفع ليلة بعنف خير يا ابني ما لها اميرة حصل لها ايه دخل جلال وما ردش عليها وراح حطة اميرة على الكنبة وراح تقالت له زه يا ما لها يا ابني حصل ايه طميني رح قال صبر بهدوء مفيش حاجة تطمينه عدت على خير شوية عيال طلعوا عليهم وعاوزين يصراجوا العربية بس جلال عرف يتعامل معاه رح قال جلال انا طالع ارتاح ومش عاوز اي ازعاج لحد ما انا هنزل لوحدي فاهمين وقالت قدرية مش هتتعشي انت ما تغديتش كل جمه واطلع ارتاح بعده مش عاوز اهتموا بس انتو باميرة لانها شافت يوم صحب النهاردة وانا حاطلع ارتاح فوق طلع جلال على فوق وراح تطلعت وراه ليلة فراح تقالت قدرية بغيز شوفوا البيت جرت وراه ازاي هو مش جال مش عاوز حد معاه طلع وراه ليلة وقالت حبيبة دي مراته يامه مراته طلعت تطمن عليه وقال صبري اروح انا كمان ارتاح شوية لحد ما العاشة يجهز يلا يا زهية تعلي معاي وفي جناح جلال وليلة دخلت ليلة لقاته قاعد على السرير وراح تقالت له بقلاء جلال انت تعبان حاسس بحاجي ابعت اجيب لك دكتور ما تجلاجيش ما فيش حاجة هدي شوية ارهاق وعضلات رجبت بتوجعني شوية لما حنام حرتاح طيب ايه رأيك اعمل لتدليك ليه انا كنت شطرة فيه كنت بعمل لي جدي لما كانت عضلاته بتشد عليه وكان دايما يقول لي ان يديها خفيفة بصلها جلاله وسكت فرحت هي فهمت ان هو مش عاوز تدليك منها فرحت هي راحت نحية الباب فرح نده لها تاني وقال لها رايحة فين مش قلتيلي حتعمليلي تدليك ليه ولا رجعت في كلامي لا ابدا سواني وحرجعلك حالة رحت جابت مرهم وراحت جنبه خليني يا ساعدة كده احسن عشان بتحركش رجابتك كتير وكمان علشان وراحت ساكت وهي بتبص العضلات جسمه ليلة مش هتبتدي ايوه حالنه وراحت موزعة الزيت على ظهره وقعد تدليكه وهو بيقول لها بالسمتاع ايوه بيرفع عليك يا ليلة الوجع حين بالضبط جلال مش هتحكي لي ايه اللي حصل زي عمي مجال الكل تحت ما فيت جديد عشان اقوله وبعد ما خلصت راح اتقالت له طب انا حنزل احضرلك العاشة علشان تاكل حاجة وبعدها ترتاح راح مسك ايديها وقال لها مش عاوز حاجة انا عاوز بس اعرف انت باجة زعلانة ليه مش زعلانة انا بس كنت اخاوز اتطمن عليك تعرف يا ليلة انا احمدت ربنا الف مرة اللي كانت معايا في العربية مش انت راح اتقالت له بغير عامية وهي بالظل ان هو مش عاوزها معاه يبجى خليك باجة احمد ربنا اكتر لاني مش هكون معاك هنا كمان ايه وعاكيدي خلينا جو طب بس استني بس افهمك انا اقصد لو كنت معايا استحالة كنت افكر حتى اعمل اللي عملته يعني ايه مش فهمي هجولك ايه بس بعدين انا دلوقت ورايا عقاب متأجن من الصبح ولازم نفزه حالا وانسيبهم بقى يا حبيبي مع بعض عشان جلال ينفز عقابه ليها وبعد ما خرجوه راحت لكا متأدرية اميرة وقالت لها بغيز جم يا بتي بلاش درع واحكيلي حصل ايه بالزبط حبيبة وهي قاعدة جنب اميرة وبتتعامل معاها برق بالرحة يا ام دي شكتها مغضوضة خالص اسكت انت ما تعرفش حاجي دي بسبع تروح ولا يهزاها حاج في ايه يا عمتي يعني هو انا لازم اموت قدامك عشان تصدقيني بصت لها حبيبة بدهشة وكملت قادرية مش قلتلك بدي بنت اخوي وانا اللي مربياها اخلاص يا بيت تحكيلي عملت ايه طول اليوم واحكيت العربية دي لوت اميرة شفيفها بغيز وقعدت تحكي لهم عن كل اللي حصل معاها هي وجلال لما تهجم عليها المجرمين كنت عارف يا ناسيم الكلب انك غبي وحدغرقني معاك صار اخراغ بالكلمات دي في وجه ناسيم وراح قال له ناسيم علشان يهدي خلاص يا جلال خابت المرة دي المرة الجاية تصيب مش بقولك غبي وحدغرقني مرة جاية ازاي بهي منت واحنا كنا عايزينها تبانسرجة ونخلص منه برصاصة ونكون احنا بعيد بس حقولك ايه رايح تجيب شوية بهايم زيك يعملوا الشغلان وضاعوا ضيعونا معاهم راح قال ناسيم بتوتر الرجالة يراغ الطمع في العربية فما بحبوش يزفروها بالدم فجال وخلصوا عليه برا بس ابن الجنية دي جبل ما يخرج حتى من بابه كان ضرب كل واحد برصاصة جابت اجله والبوليس ماشى على انها جضية سرجة يعني ما تخافش احنا بعيد المرة الجاي مش حيلحك حتى يحرك طرف عينه ضحك رغب هو بيقول المرة الجاي ده انت واسك وانت بتقوله انت تخرص وما تفتحش بجة وسبني كده ارتبها وازبطها بترتيب جديد خالص اه ما هنا لازم اشوف لها حل والمرة دي اللي حينفز آني حنفزنا بنفسي ويا جاتل يا مكتول والحد هنا تخلص حلقتنا بس حكايتنا لسه مخلصتش اتمنى دعمكم ليه بلايك واشتراكي احلى متباين بحبكم جدا اشوفكم على خير